اشتركوا في القناة سامعين شي مرة قرار بيطلع من حكومة بعاكس إرادة مجتمع موجود وساكن بالكورة وبالبطرون سامعين شي مرة قرار حكومة بيطلع مخالف لرأي البلدية سامعين شي مرة قرار حكومة مخالف لأنون البيئة يلي هو من الانتظام العام يلي بيقول أنه لازم يصير في حد لتدهور البيئة وحماية للبيئة وتأكيد على أنه نحافظ عليها سامعين شي مرة قرار بيصدر عن الحكومة بيناقض أنون المياه يلي هو بيحفظ سروتنا الطبيعية إيه طلع هذا القرار طلع هذا القرار وأكتر من هيك طلع هذا القرار عم بيخالف كمان رأي مجلس شورة الدولة يعني اليوم خلفنا القنون خلفنا إرادة الشعب خلفنا رأي القضاء شو تركين؟ هيدا الأمر بيشكل جريمة منظمة جريمة منظمة بالطال البيئة بالطال الإنسان بيصحته بالطال المجتمع في تحول ديموغرافي عم بيصير بهيدا المناطق هيدا كلها تخضع لرقابة من قبل الإنون وبتخضع لواجبات لازم يقوم فيها وزير البيئة وغيره من الوزارات نحنا بالتعاون مع الدكتورة نجات قدمنا بطلب لوزير البيئة سألناه بشكل كتير واضح هل هالشرك أخدش هادة التزام بيئة؟ بدي أمسك فرضا هيدا المرسوم مشي وعم بيتم العمل على الحفاظ على البيئة بمحل معين هل الوزارة قامت بواجباتها رائبت؟ تأكدت إذا ملتزمين بيئيا هل عم بيتم تطبيق الإنون بتسليم تقارير مفروضة على هالشرك لتسلمها ليصير في مراقبة للأثر البيئي والصحي والانبعاسات اللي عم بتصير إجينا الجواب بلا يعني اليوم عم نثبت حالنا أنه نحن مش عملين واجباتنا عم نثبت أنه هالشرك مش محترمة الدولة وعم نرجع نعطيهم رخصة جديدة هيدا الأرار اللي يطلع منعدم الوجود منعدم الوجود فيه دائما نوع من خلل بالقضاء عم بيصير عبر عدم اعتبار القرارات الصادرة عن مجلس شورة الدولة بس هيدا ما بيمنع أنه هيدا القرارات اللي عم تطلع من مجلس الوزراء هي منعدمة الوجود تقتضي مقاومة ورفض لألة بالسبل القانونية القضائية التشريعية والمسائلة على السلطة التنفيذية بالممارسات اللي عم بتعملها سأخبركم ماذا يحدث؟ نبدأ بترخيص الكسارات نقل 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 ترخيص جديد لمعامل اسمنت نقل نقل الكسارات ترجع تعمل ونقل نقل تقدمنا نحن كمان بطلب لوزير الداخلية وسألنا ليش عم بنعطي نقل ستوكات بعض اللي هلأ الجواب ما ورد لوزير البيئة كذلك الأمر العملية عم بتصير بشكل فوضوي انتقلنا لمرحلة تانية تقدمنا بطلب قدام القضاء نياب العامة الاستقنافية بجبل لبنان قلنا لق إذا في مجالينا عمل جرد لها الستوكات للأسف بعد اللي هلأ ما اجينا جواب لأنه صار في عملية توقيف للقاضي اللي عطيت هيدا القرار من العمل اللي عم بيصير هو مخالفات انونية كتير كبيرة وتلاعب القانون بشكل جدا فاضح ليقتضي يصير فيه داع من مواجهة من تضاف الجهود مباني المجتمع مباني الحقوقيين مباني السلطة التشرعية لنوقف هيدا الدرر بشكل سريع لأنه نحن مش بقينا شيء الدرر الصحي هو درر جدا كبير البيئة كمان هي درر جدا كبير شو عم نورط لحالنا؟ أمراض؟ سرطان؟ هيدا ما بتقتضي أنه بس يصير فيه تعويض للدولة هاي بتقتضي يصير فيه تعويض للناس لأنه عم تموت لأنه عم تمرض وعم بتورطنا مرض نحن هيدا القضية كجمعية بالتعاون مع الجميع رح نضلنا مواكبينة وانتباعها لنقدر نوقف ونجيب حقوق الناس لأنه هيدا الحق محفوظ بالأنون مجلس شورة الدولة بيتم مخالفة قراراته خلينا نشوف إذا النيابات العامة رح يقدروا يواجهوها ويوقفوها كمان نداء خاص لنيابة العامة الاستقنافية بشمال هيدا القرار اللي طلع مخالف للأنون فيه يتاخذ قرار فوري بتشميع هيدا المعامل وتوقيفها المطلوب هو إرادة ومسابرة وتطبيق للأنون شكرا شكرا شكرا